قالت هيئة تنشيط السياحة إن نسبة إرادات السياحة الصحية وتعافي تبلغ 30% من مجمل الإرادة السياحية ما يعد ركيزة أساسية في إرادات الخزينة من السياحة وكما أكدت وزارة السياحة خلال افتتاح مكتب السياحة الصحية والتعافي في مطار الملك علياء أن هذا المكتب سيحسن من نوعية الخدمات المقدمة للقادمين إلى المملكة بهدف العلاج وسيسهل إجراءات إدخالهم ويتوحوا لهم الحصول على أفضل الخدمة بأسعار مناسبة هذا المكتب بيكون مركز خدمات بيسهل موضوع المعاملات والتأشيرات إذا بدهم معلومات عن استعلامات عن المستشفيات المعتمدة أو الدكاتر المعتمدة فهذا المكتب بيكون مسخر كمكتب استعلامات ومركز خدمات في آن واحد حوالي مليار دينار سنوياً كلفة العلاج مع المرافقين اليوم افتتاح المكتب السياحة الصحية في مطار الملك علياء دولي يأتي بأهميته من خلال السيطرة وضبط الأسعار وضبط حركة المرضى التأكد من عدم وجود أي تلاعب من خلال وجود المريض في المطار اسمعنا قصص كثيرة الآن هذا المكتب سيضبط العملية من خلال توجيه المريض أو أي زائر للأردن